نجم رياضة القولف العالمي جريغ نورمان في مدينة العقبة الساحلية ليس بهدف السياحة بل للاطلاع على ما وصلت إليه أعمال الإنشاء في ملعب القولف الأول في الأردن بمواصفات عالمية فالنجم الأسترالي يعد أحد أشهر مصممي ملاعب القولف في العالم الملعب المحاذي لشاطئ البحر الأحمر حاز على إعجاب الجميع باعتماده على الطاقة البديلة والخلايا الشمسية لتوليد الطاقة واستغلالها في ري المسطح العشبي ليدخل قائمة الملاعب الصديقة للبيئة ملعب يستعمل الطاقة البديلة لعملية الضخ والعملية الري والعملية معالجة المياه وأيضا يستعمل نظم متطورة لعملية الري وهي كلها في إطار الاستدامة وفي إطار كونه ملعب صديق للبيئة وملعب لا يستهلك كميات المياه الكبيرة المطوبة وجود السيد نورمان معنا اليوم هو أيضا لعملية فحص عملية تطور العمل ومتابعتها وإن شاء الله يكون ملعب جاهز للتشغيل خلال عام وإن شاء الله في الأعوام القادمة يتواكبون في بطولات عالمية من الصديقة هنا في أيلف العقب البعد الاقتصادي للمشروع لا يمكن إغفاله فالملعب يعد نقطة جد من سياحية واقتصادية لمدينة العقبة بالتأكيد هذه إضافة نوعية للسياحة الأردنية مشروع كبير 18 حفرة لملعب غولف في الأردن طبعا هذا سيكون نقطة جذب سياحية كبيرة وسيضع الأردن على خارطة السياحة الرياضية العالمية متعلقة في رياضة الغولف الزيارة لن تكون الأخيرة لغريغ نورمان حيث سيعاود الكرة بعد فترة وجهزة لتدشين الملعب بشكل رسمي مع اقتراب موعد افتتاح هذا الملعب تبدو أحلام عشاق رياضة الغولف في الأردن قيد التحقيق بانتظار إقامة أول البطولات الرسمية بين جنباته محمد الجبور بيين سبورتس العقبة